السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من تعليم الرسم مع إبراهيم عبد المقصود النهاردة احنا بنشرح ازاي نرسم الاشخاص لان احنا داخلين على مدارس والمفروض ان احنا نعرف نرسم الاشخاص بس النهاردة هنرسمها بطريقة الاركام وبطريقة الحروب تعالى معايا وتشوف نعمل ايه رقم ده رقم سبعة وهنا رقم كام رقم خمسة حاول هنا خط عدن واجه اعمل هنا نص ايه او شقة بطيقة او نص دايرة باعمل هنا علامة صح باعمل هنا تمانية او سبعة باخد هنا واحد بنزل باعمل هنا سبعة اصبح ان كل ده الشعر بتاعي وانزل هنا عملتني كده شخصية جميلة بس بطريقة ايه رقم سبعة ورقم خمسة النهاردة احنا بنتعلم ازاي نعمل حركة من حركات الاشخاص اللي هي هتجيلي في الامتحانات انا بعمل هنا دايرة او بيضابة نقطتين حرف اللي شركة اتنين والعكس حداشر علم الكابريت حداشر تمانية هنا في مسلس وهنا في مسلس اليد دي متحركة اعملها فوق اليد دي متحركة اعملها هنا ايه تحت بعمل هنا سبعة اصبح انه دا اشخاص من الاشخاص اللي هي هتقابلني في جميع المواضيع الفنية انا النهاردة لما انا استخدم رقم وان رقم رقم تو رقم سري اخذ رقم وان انا اعملت كده اعملت شامع طريقة سهلة جدا رقم تو انا هعمل هنا ادي واحد اجي جاي هنا اعمل هنا ايه بقت كده ايه وزة رقم سري ادي رقم سري عملت ام نقطة خط خط عملت هنا ادي السبعة بقت كده عصفورة رقم اربعة رقم فور لو انا جت جاي اعمل هنا رقم فور بعمل ايه بقى انا هنا اعملت ادي رقم فور اه انا حوصل هنا وحوصل هنا بقت كده طيارة ايه طيارة ايه طيارة وراقين رقم فاين ده بيتعمل سمكة الارش رقم ستة رقم ستة علامة صح ام ده بيتعمل السنجاب طيب رقم تمانية رقم تمانية ادي هنا رقم كام تمانية عملت هنا نقطتين ودايرة واكس بقى كده معايا ايه ده دور رقم تسعة رقم تسعة رقم تسعة اهو بقى اعمل هنا سبعة ادي هنا البليش بتاعه بقى كده معايا طووس طووس بقى انا عندي من رقم ون لرقم تسعة بالاركام كل رقم يطلع عندي هنا الاشخاص يتعاملت بطريقة بسيطة جدا ان شاء الله الايام الجاية في مواضيع مدرسية هنعملها والمواضيع المدرسية ديت هنشرحوها على اساس ان انتم تتقووا في المدرسة واحنا مع تلمزتنا هو تبصوا هنا للكاميرا عشان الكاميرا تجابكم من الناس الموهبين تلمزتي وان شاء الله من انساج تعمل اشتراك وتعمل الاشتراك بتاعك معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر